اشتركوا في القناة لبرج الدلو لبرج الحوت لانه رح ينتقل هو في الدلو وفي الحوت اكم درجة بسيك ورح يرجع للدلو فعشانك بتكو تركزه معي مزبوط عشان تعرفه تأثيراته على جميع الابراج ايش الحظوظ اللي رح يعطيهم اياها في خلال تواجده في برج الدلو خلال هذا العام او العام عشرين واحد وعشرين طبعا خلينا نروح بالبداية على بداية التوقعات طبعا اليوم التوقعات ليوم السبت 19-12 القمر موجود في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة التسعة واثنين واربعين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لمنزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر يعني بمعنى اخر انه اغلب اليوم رح يكون في منزلة المقدم طبعا القمر اليوم موجود في برج الدلو رح ينتقل للحوت فعشان هيك لغاية انتقاله فترة ساعة الظهر نشعر انه بحاجة ماسة للتغيير كلنا طبعا الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا يبي يتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تازيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا احنا مجموعة زوايا اليوم اول زاوية راح تكون زاوية تزديس ايجابية راح تكون بين القمر وعطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي الزاوية وبما انه القمر في مراحل نمو معناته هاي افضل فترة لاي شيء له علاقة بالتجميل اللي هي كقصة شعر مثلا او عملية تجميل ولكن اتداركوا انه ما تكون في فترة خلو المسار بعد هاي الزاوية مباشرة في عنا خلو المسار خلو المسار راح يبدأ الساعة ثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبعدين راح يستمر خلو المسار هاد لغاية الساعة اثناش وثمانية وثلاثين دقيقة بعد الظهر بعدها بكون انتقل لبرج الحوت في فترة خلو المسار هاي الفترة بتعني انه الفترة المذكورة ما بين الثمانية واربعين واثناش وثمانية وثلاثين بتوقيت جرينتش لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر الساعة اثناش وثمانية وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بكون استقر في برج الحوت عشان هيك بالفترة هاي بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار او قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعياذة المرضى وشراء الزهور واقتناء آلة تصوير طبعا في ساعات العصر رح يصير اللي هو الحدث اللي هو انتقال الكوكب المشتري من الجدي لدلو في ساعات العصر يعني الساعة واحدة وست دقائق عصرا بتوقيت جرينج طبعا المشتري بما انه بده ينتقل للجدي من الجدي لدلو عفوا ورح يمكث فيه بحركة امامية بدكوا تركزوا معي مظبوط رح يمكث فيه بحركة امامية حتى منتصف ليل يوم 13-5 بعدها رح ينتقل لبرج الحوت يعني رح يظل ماشي بسرعة لانه سرعته كثير سريعة الفترة هاي فعشان هيك رح يمر بس لغاية 13-5 بنتقل لبرج الحوت ما رح يمكث كثير وما رح يقطع مساف كثير في برج الحوت يعني هي ثلاث درجات او اربع درجات تقريبا خلينا نكون عشان العشريات والامور هاي وبعدها بيبدأ في عملية التراجع بيبدأ عملية التراجع يوم 26 بيبدأها في الحوت عشان يرجع مرة ثانية لبرج الدلو برجع يوم 28-7 في ساعات العصر ورح يستمر في التراجع في برج الدلو حتى صباح يوم 18-10 عشان يرجع للحركة الامامية مرة ثانية في برج الدلو لا غاية تقريبا 29-12 صباح يوم 29-12 لينتقل مرة أخرى لبرج الحوت وهيك بدو يستمر سنة كاملة موجود في برج الحوت يعني بمعنى آخر بدو يمشي في الدلو بيقطع الدلو كامل يوم 13-5 بيكون طلع من الدلو بعدين برجع مرة ثانية تراجعيا وبستمر موجود في برج الدلو لغاية نهاية العام اللي هو 29-12 وبنتقل بعديها برجع للحوت مرة أخرى لهذا عشان هيك عشان ما تتخربطوا انتو رح نحكي في البداية عن الحركة الامامية اللي هي الحركة الامامية اللي رح تستمر من اليوم وحتى يوم 13-5-2021 عشان ما تتشتتوا وعشان انتو برضو تكونوا مركزين انه السرعة للمشتري سريعة فعشان هيك لغاية 13-5 كوكب المشتري كوكب الحظ او السعد الاكبر هو اللي رح يمنحنا الحكمة او يمنح موليد الدلو تحديدا الحكمة والمعرفة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس والتفاؤل وما الى ذلك من صفات حميدة بيكمل دورة كاملة حول الشمس كل 12 سنة يعني بقعد تقريبا سنة في كل برج هذا رح يمكث في تقريبا قرابة العام زي ما حكينا في برج الدلو صحيح انه رح يرجع للحوت ورح يرجع له مش هالفترة الطويلة هو بيتحكم هذا الكوكب في موليد برج القوس وموليد برج الحوت يعني هو كوكبهم فترة التراجع لما بتصير في كل عام او كل سنة ليش انا دائما بقولكوا لا تسمعوا للي بحكوا عن التوقعات لانه بعطيك الايجابيات وما بعطيك سلبيات طب ما هو الكوكب المشتري بتراجع اربعة شهر في السنة اذا ما ذكرها طب ما هاي بتعمل خلل لا يعني لازم انا اعطيك كل الايجابيات وقل ما احكي لكش عن السلبيات عشان تيجي اخر السنة بتقول والله وعدونا انه السنة هاي وحكوا انه السنة هاي احسن سنة وطلعت ازفة سنة لانه ما حسبوا لا الزوايا اللي رح تتشكل مع المشتري ولا حسبوا اللي هي عملية التراجع عشان هيك انا حبيت اني انوه من البداية عن فترة التراجع انه في فترة التراجع مدتها اربع شهور رح تتم من شهر خمسة لغاية شهر عشرة طيب عشان هيك خلينا نكمل احنا فترة التراجع هاي فترة القمر المشتري بفقد طاقته عشان هيك نشعر بفقدان الحماس بخف تفاؤلنا ممكن يصير فيه نوع من انواع التعطيلات في مجالات النشر والصيرفة اللي هي المصارف او البنوك او التحويلات وفي الدراسة الجامعية والامور الفلسفية والدينية امور الترحال خاصة في المسافات البعيدة بيصير فيها مشاكل في هاي الفترة من التراجع يجب ان لا نعتمد على الحظ بل يتوجب علينا الاعتماد على انفسنا لنحصل على نتيجة مرضية قدر المستطاع زي ما حكينا فترة التراجع هذا العام هي كما ذكرنا من عشرين ستة لثمنتعش عشرة اما بالنسبة زي ما حكينا انه عنا نحكي احنا عن الفترة الاولى اللي هي لغاية شهر خمسة المشتري بيعمل تأثيرات على كل الابراج كل برج على حسب بيته يعني اللي برجه دلو او طالعوا الدلو بصير عنده هاي تأثيرات الحمل وطالعوا الحمل زي ما رح اذكرها الان يعني برج وطالع بيحملوا نفس التأثير بنيجي على برج الحمل في البداية برج الحمل اهم النقاط الاساسية اللي رح يتتركز عليهم من ايجابيات المشتري في فترة تقدمه بينشطوا اجتماعيا وبيجدوا اصدقاء جدد وبتحالف من الاصدقاء بيلفهم هيك وبحتويهم ومساعدات بتجيهم من اصدقاء بشكل مذهل اما بالنسبة لبرج الثور بدافعوا عن مصالحهم الاجتماعية لا سيما برضو في مجالات العمل برضو بتساعدهم بشكل قوي جدا للحصول عمل او انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة بالنسبة بالنسبة لبرج الجوزاء بتتركز الاستفادة في امور الها علاقة بالسفر البعيد الدول البعيدة الهجرة الاستيراد والتصدير الشؤون القضائية امور يعني الها حتى بالمراسلات البعيدة او الدراسة الجامعية برج السرطان مكاسب مالية مصدرها تعويض او تركة او شراكة او ميراث مثلا ممكن تحصل عليه بالفترة هاي او ممكن تسكر ديون كان صعب انك تسكرها في الفترة الماضية بالنسبة لبرج الاسد تعزيز الشراكة في العمل وفي العاطفة ونسبة كبيرة من موليد برج الاسد ممكن يصير فيه ارتباط عندهم او زواج او امور الها علاقة بشراكة او فتح شريكة او يتشارك هم واشخاص في شيء اله علاقة بالعمل برج العذراء في المحافظة على الصحة والعلاقة مع زملاء العمل ولكن بدهم يحذروا من امور الها علاقة بالوزن او بالبداني في معنى اخر برضو بتساعدهم في امور الها علاقة بعمل جديد اما بالنسبة للميزان حظ في العاطفة وحظ في المال فكثير من موليد برج الميزان رح يوقعوا بالغرام او بيبدأوا مرحلة غرامية جديدة وفي منهم رح يرتبط خلال هذا العام وصير عندهم زواج طبعا اللي برجهم ميزان وطالعهم ميزان وتعطيهم فرص الها علاقة بالمال وفي اشي برضو رح يكون مفاجئ اله علاقة بالحمل او الميلاد او الابناء بمعنى اخر اما بالنسبة للعقرب بتتركز الاستفادة على امور الها علاقة بالعقارات بيت جديد سكن جديد نقل من مكان لمكان وحتى الامور العائلية فرحة او انجاز امر معين او مناسبة معينة او استقرار عائلي اما بالنسبة للقوس تعزيز العلاقة مع الاخوة والجيران وفرصة لشراء سيارة او الاستفادة من الدراسة لطلاب الابتدائي والثانوي وممكن يعني اشياء لها علاقة بالتنقلات والاتصالات والمواصلات يعني في نشاط كبير رح يكون عندهم بالنسبة للجدي رح يكون عندهم مكاسب مالية اغلبها رح تكون من العمل وفرص بتكون رائعة لتحسين الوضع المالي او ادارة الامور المالية عندهم برج الدلو هم اكثر الاشخاص اللي رح يكون عندهم حظ في كثير من المجالات رح يحققوا انجازات ما كان من السهل تحقيقها من قبل طبعا رح احكي عبارة بعد ما نخلص الابراج بالنسبة لبرج الحوت تتاح الفرصة للتعامل مع مؤسسي او شركة كبيرة او فتح مؤسسة مثلا او رجال اللي هم مناصب او اللي هم مكانة الان في ناس بدها تيجي تقول انت قبل يومين نزلتنا حلقة عن زحل حكيت ندير بالنا من هذا الاشي واليوم نزلتنا عن المشتري بتحفزنا على هذا الاشي طب ايش هو نوخد على هاد بلا نوخد على هاد لا بتكتو تاخدوا على اثنين يعني بمعنى اخر انه في فرص بتكون لها مثلا حظ بالعاطفة والمال وفيه منزل حل تعطيك نهاية علاقة عاطفية او مشاكل عاطفية يعني بدك تكون هاي وتكون هاي موجودة ايجابيتها موجودة وسلبيتها موجودة عشان هيك توقعات السنة رح تكون السنة هاي غير غير بكل المقاييس وما حد عملها ولا حد اعملها ولا حد رح يقدر يعملها فعشان هيك رح انتظر شوي يعني انا بشتغل فيها رح ننتظر شوي لحد يتمال كل يفضلي في جعبته ويطلعوا ويحكوا توقعاتهم بعدين انا بنزللكوا توقعات اللي تغنيكم سنة كاملة ما ترجعوا لاي فلك تسمعونه او تحاولوا تسألوا لانه كل المعلومات رح تكون بكل بساطة بين ايديكم بكاملها بدون نقصا يعني كأنك استشرتني وانا رديت لك استشارة فلكية كاملة بدون مقابل طبعا خلينا نكمل طبعا بالنسبة لآخر زاوية رح تكون هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء رح اكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية اذ بتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم 21-12 بيبدأ في تمام الساعة عشرة و24 دقيقة ظهرا ورح يستمر ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة وثلاثين دقيقة مساء لينتقل لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال خمسة ايام في تمام الساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح ست ايام نسبة الاضاءة 25% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 85% القمر في الدلو حتى يوم 21-12 مزاجه سعيد بنسبة 14% عطارد في القوس حتى يوم 20-12 مزاجه سعيد بنسبة 40% الزهرة في القوس حتى يوم 81 مزاجها سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل حتى يوم 71 اليوم مزاجه منتحس بنسبة 40% ولكن يوم 71 بنتقل من الحمل للثور فعشان هيك انا منحكي هاي المزاج لهذا اليوم ايش بكون او قديش نسبته انتقاله اللي هو التاريخ اللي انا بحطه يعني في 71 بنتقل لبرجتور اما اليوم نسبة النحوس تبعته 40% وهيك لباقي الكواكب المشتري في الجدي زي ما حكينا وبدين انتقل للدلو رح يستمر فيه حتى يوم 13-5 زي ما حكينا بدين انتقل للحوت منتحس منتحس بنسبة 50% لانه في مرحلة انتقال اول اشي واتنين انه في مرحلة اقتران ما بينه ما بين زحل فعشان هيك الحضون نزلت مرة واحد عنده اما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 7-3 2023 منتحس بنسبة 10% طبعا ليش انا حكيت 7-3 7-3 بيبدأ عملية التراجع فعشان هيك حكينا 7-3 ففي مرحلة بيكون اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في ساعات ما قبل الظهر يعني من الآن لغاية ساعة الظهر بين الأصدقاء والعلاقات والدعوات والأمور الاجتماعية وهذا الأمر رح يستمر لغاية ساعة الظهر بعدين بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وبدك تحذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير بسبب وجود القمر في بيت متعبك برج الثور حفظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل في ساعات الظهر تلتقي الأصدقاء أهم إش أنك تحاذر من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يطور للأسوأ اللي بيتقدم لانتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد في ساعات الظهر حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل ابتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن حاذر من الاندفاع أو التهور برج السرطان تفحصوا حساب مشترك وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعات الظهر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات انتبه أثناء السفر أو اتصالاتك من العصبية وتفقد كل أوراقك وأمتعتك لأنه ممكن شوي يصير في نوع من أنواع التسرع فبدأ تنتبه من التسرع أثناء القيادة وأثناء التنقلات برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعات الظهر تنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة لا داعي للمجازفات أو للإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرض لمشاكل في العمل بسبب السهو أو العدم التركيز برج العذراء واصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد خلال الفترة من الآن لغاية ساعة الظهر في ساعة الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم احذر من النزاعات مع الشريك خصوصا في مجال العاطفة أو شريك العاطفة أو في المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندكم وبميل أحباكم للتجاوب معكم انتبهوا لصحتكم في ساعة الظهر كما انتبهوا للنيران أو من النيران أو من الجروح والالتهابات على أنواعها برج العقرب اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعة الظهر تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعليكم الحذر بشكل يعني دقيق برج القوس اللي بيتقدم لامتحان بدو يركز بشكل جيد من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعة الظهر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية ولكن لا تفتع الخلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه شوي مزاجك حد رح يكون خلال هذا النهار برج الجدي تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات في ساعة الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بتكون عدوانيين وممكن يسبب مزاجكم خلاف أو سوء تفاهم كما عليكم الحذر أثناء السفر والتنقلات وقيادة السيارة برج الدلو أنتم نشطون مع ذلك ما تبادروا لعمل جديد بل واصلوا ما بدأتم به من قبل في ساعات الظهر تنهمكم في ضبط ميزانيتكم من المحتمل أنه يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو مع رئيسه في العمل أو الزوج طبعا بس مش كلكو لأسباب بتعود برضو للوضع المالي كما عليكم تجنب التبذير برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود لكن بيكون مزاجكم سيء شوي وبتكونوا قليلي الصبر مما قد يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر